أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم زي ما حكينا في العنوان أنه اليوم رح نحكي عن موضوعين أساسيات رح نجاوب على الأسئلة ولكن في موضوعين موضوع العشريات اللي هي آخر جزء اللي هو الجزء الأخير الجزء الرابع اللي رح نحكي فيه عن آخر ثلاث أبراج اللي هو رح نحكي عن الجدي والدلو والحود وبرضو في نهاية الحلقة رح نحكي عن موضوع اللي هو علاقة بالنصابين بالرقية الشرعية أو معالجين السحر أو الأمور هاي فيه موضوع يعني صار مع أحد الأشخاص اللي أنا بعرفهم فنقلي شو اللي صار معاه فأنا ذهلت يعني أنه من الطريقة هي مش جديدة هي قديمة ولكن أنه يعني عاتبت على الشخص أنه ما سألنيش قبل ما يعمل هذا الشيء خلص نصيبه هيك فخليني أنقل لكم تجربة وأنقل لكم كيف تكتشف أنت النصابين من هاي الفئة يعني أو الناس اللي بيمتهنوا هذا الشغل طبعا اليوم توقعاتنا ليوم اللي هو الثلاثاء 22 حزيران القمر موجود اليوم ما بين برجين رح يتنقل ما بين العقرب والقوس الموجود الآن هو في منزلة القلب وهي للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 مساء 11 وخمس دقائق مساء مساء الليل اللي بنبث فيها الحلقة اللي هو الاثنين 21 الشهر لا ينتقل بعدها لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح الخراب والتسليط طبعا القمر بما أنه موجود بالعقرب ورح يضل معنا لساعات الظهر تقريبا في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التامين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عندنا ثلاث زوايا قبل خلو المسار وزاوية بعد انتهاء خلو المسار وانتقال القمر للقاوس وعندنا اليوم برضو انتهاء تراجع عطارد في ساعات المساء طبعا بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل او اي عمل فني اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة ما قبل خلوة المسار هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعدها مباشرة بابدأ خلوة المسار فالزاوية اللي بتصير ما قبل خلوة المسار هاي كلها الزوايا اللي حكيناها ما قبل خلوة المسار تقريبا رح تستمر معانا تأثيراتها لغاية ساعة المسا فخلوة المسار ما رح يلغي تأثيراتها خلوة المسار هو حالة سلبية انه زوايا الكاملة ما رح تكون موجودة فعشان هيك تأثيراته بتكون سلبية في مرحلة الانتقال خلوة المسار هذا رح يكون في تمام الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا طبعا احنا كل توقيتنا بتوقيت جرينج ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر هذا حتى تمام الساعة اتناعش وخمسة وخمسين دقيقة ما بعد الظهر بتوقيت جرينج هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي فترة خلوة المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار او عقدنا نيتنا عليه او كنا متفقين عليه او محدد وقته ما قبل خلوة المسار هو اللي بنعمله وبكون الامر طبيعي طبعا القمر الساعة اتناعش وخمسة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بكون انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك بتتغير النفسية عنا منشعر بالابتهاج ومنجد ان الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا الزاوية اللي رح تكون ما بعد خلوة المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة اربعة وخمسة وعشرين دقيقة مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا الساعة تسعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بانتهي تراجع عطارد في برج الجوزة مش معنى انتهاءه انه راحت الفترة السلبية لا هي عادة الفترة السلبية هاي بتستمر ثلاث ايام يعني تأثيرها قبل التراجع بثلاث ايام وبعد التراجع بثلاث ايام بما انه العطارد موجود في برجه يعني هذا مكانه فهو بيقوته فممكن تخف التأثيرات السلبية بشكل ملحوظ على الجميع يعني يبين انه ما في تأثيرات سلبية ولكنه فعليا بيظل في شحنات سلبية موجودة في الجو فعشان هيك بنظل على احتياطنا لغاية يوم خمسة وعشرين الشهر بيكون انتهى حتى من تأثيراته السلبية طبعا هو لما برجع للحركة الامامية رح يظل في برج الجوزاء لغاية يوم احداش سبعة طبعا القمر بما انه موجود في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس اربع وشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وتسع دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة واربع دقائق بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر لا برج الجدي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل اتنعشر يوم في تمام الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بيصبح ثلاث عشر يوم نسبة الاضاءة بتصير تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في العقرب وبدأ ينتقل للقوس في ساعات الظهر ورح يفضل فيه لغاية يوم اربع وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسين في المية عطارد ما زال بيتراجع لساعات المساء طبعا تراجعه بانتهي اليوم هو ما زال منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الظهرة في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احد عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ممكن اليوم يتغير الوضع لصالحكم مع الشرط التحليب الليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم شيء أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو بملف خلال هذا اليوم ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة ما بين المدن برج الثور طبعا ما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع التوتر وتعتبر هاي من أكثر أيام الشهر ضغطا لذلك بتكديروا بالكم من الأخصام أهم شيء أنكم مات عنده أحد اتجنبوا الخلافات كليا لأن خصمك بهاي الفترة بكون قوي وطباعك ما بتكون هادئة في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وحاولوا أنكم ما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزة بترتاحوا من سير بعض الأمور وخصوصا الروتينية بالرغم من كثافتها أهم شيء أنكم تراعوا ظروفكم الصحية ممكن اليوم تعيدوا ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالكم في غاية يعني هاي بتستمر لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا بتعزيز شراكاتكم أهم شيء أنكم تكونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم حذروا من الخلافات وما ضخموا الأمور برج الصرطان طبعا اليوم بيحمل لك فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الأسد أهم شيء إنك اليوم ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية إنها تأثر على استقرارك ممكن اليوم تنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية أو إشي ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ارتباط أو التزام ممكن تبدو قلق أو تتدمر لأقل إشارة لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وبتحمل لك انفراجات وتطمينات ورومانسية برج العذرة اليوم رح تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة بالنسبة لألك أهمش إنك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة اليوم رح تتميز بسرعة الخاطر أو سرعة البديهة والإقناع والقدرة على إيجاد الحلول في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ورح تهتم بأمور إلها علاقة إما بالبيت أو بالمسكن أو بالعقار أو بالعيلة وممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي عائلي يشغلك هذا النهار برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك اليوم أهمش إنك توظف أموالك بشكل حكيم وممكن اليوم تحصل على ربح من جهة أجنبية أو جهة غريبة والأهم من هيك بدك تدير بالك من النصابين والمحتالين أو من أشخاص ممكن يستغلوك في مسألة ما في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهمش إنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بتستعيدوا اليوم حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر وتنتعش العواطف وتزدهر وخصوصا بأمور إلها علاقة باللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما ممكن تفرح لحدث كبير هاي يعني تعتبر فترة جيدة جدا بالنسبة لإلك خلال هذا الشهر في ساعات المساء أو في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهمش إنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج القوس حاول إنك تبعد عن المغامرات وعن الرهان على الحظ لأنه أنت بالفترة هاي بتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمش إنك ما تجازف بسلامتك لأنها هاي فترة فارغة من الحظ ممكن تشعر يعني ما بتشعروا فيها إلا فيها تعب وتراجع في الصحة طبعا هاي كل ما اقتربنا لساعات ما بعد الظهر يعني كل ما اقتربنا لساعات الظهر بتلاقي الأجواء تغيرت بتمتلقوا نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شكل بناسبك أو بتناسب وضعك الحالي أهم شيء إنك تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجدي هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية حاول إنك تقتنس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات الظهر أو ما بعد الظهر وحاول تستغل الفترة من الآن لساعات الظهر بإنك تنجز كل الأمور المهمة عندك لأنه من ساعات ما بعد الظهر القمر رح يصير في بيت متاعبك عشان إخي بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم إش إنه بالفترة هاي لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر اللي هي ساعات ما بعد الظهر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهم إش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظوا على رصانتكم وتمسكوا بالمسؤوليات لغاية ساعات الظهر من ساعات يعني ما بعد الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو في مناسبة سعيدة أو لقاء أو مساعدة أحد الأصدقاء لإلكم أو تجيك خبر أو يجيك خبر مثلا يكون أنت بتنتظره من فترة طويلة برج الحوت بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كمان ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي الفترة من أجمل الفترات خلال هذا الشهر وبتكون الفترة الدينماكية جدا وبتشكل محطة لإنطلاقها بورشة جديدة طبعا هذا الأمر كله لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم على مصالحكم الاجتماعية هذا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم إشي أنك تتجنبوا الخلافات حاول إنك تسعى لتلطيف الأجواء يد ما بتقدر طبعا الآن خلينا نروح على الإيجابة على الأسئلة والمواضيع الأخرى طبعا هيك أنهينا إحنا توقعاتنا خلينا نروح ومنستكمل حلقتنا بالأشياء اللي فيها رغي كثير سؤال الأخ فؤاد بسأل بقول السلام عليكم عن تراجع وطارع ممنوع شراء أي شيء جديد غالي مثل سيارة أدوات كهربائية ولكن هل التاجر لما بشتري البضائع في تراجع وطارد يعني أنه بعد هيك البضائع هاي ممكن تخرب عنده شو العمل في هاي الحالة وأنا بشتري مثلا القمر بكون في الدلو مثل تلفزيون كمان بدي أعرف أنه أشتري الأجهزة في خلو المسار أو بتراجع وطارد ولك جزيل الشكر طيب يا حبيبي يا فؤاد سؤالك حلو وقوي جدا والكل بيستفيد منه عادة لما نحكي إحنا عن تأثيرات تراجع وطارد بنذكر اثنين أو برجين هدولة اللي بيشتغلوا في التجارة هم اللي بدهم يديروا بالهم هما بيأثر على التجار على كل الأبراج مثلا الآن التراجع موجود في الجوزة إحنا ذكرنا أنه موليد برج الحمل لأنه بيتهم الثالث التجار المحليون هدولة بتأثروا من تراجع وطارد بدهم يديروا بالهم من شراء سيارة أو أجهزة إلكترونية وبرضو التجار المحليون اللي هم اللي بيشتغلوا بالمحلات القطع إذا كانوا بيشتغلوا بالأجهزة الإلكترونية هدولة رح يعانوا من كساد أو تراجع في البيع عندهم طيب وحكينا أنه البيت التاسع اللي هو مثلا الميزان هدولة ميزان بيتهم التاسع للجوزة برضو هدولة بتأثروا ولكن على نمط ثاني هدولة التجار الكبار اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير وخصوصا للأجهزة الإلكترونية ممكن يصير تأخير في البواخر في البوالس في التخليص حتى في الشحن حتى في دخولها عنده للمعرض وتتأخر لحديث ما ينتهي التراجع لحديث ما أنه يقدر أنه يسوقها هذا جانب اثنين هدولة طبعا الاثنين اللي ذكرناهم إحنا برضو بتأثروا إذا اشتروا من السوق اللي هم الناس العاديين إذا اشتروا من السوق رح يتأثروا أن القطعة هاي ممكن ما يركزوا فيها فمنقولهم ضروري أنك أنت تركز على كل التفاصيل تتأكد من القطعة تفحصها بشكل جيد تتأكد من كفالتها من إعفاءها من الضمانات عليها تجربها بعدين تدفع ثمنها لأنه ممكن يكون فيها خراب أو عطل هذا جانب عطارد الجانب الثاني لخلو المسار خلو المسار إذا كنت عاقد النية يعني متصل أنت بالتاجر وقلت له أنا بدي أجيك قال لك التاجر والله أنا مش فاضي إلا الساعة ثنتين الظهر أو ثنتين ما بعد الظهر وكانت الساعة ثنتين ما بعد الظهر فترة خلو المسار روح واشتري لأنه أنت من الأساس من أساس الموضوع أنت متفق قبل خلو المسار معه فلو صادف أنه اللي بدك تأخذ البضاعة في فترة خلو المسار ما في أي مشكلة وأي أمر بتكون عاقد النية عليه قبل خلو المسار نفذه ما تخاف من خلو المسار خلو المسار بخوف إذا في نفس اللحظة في خلو المسار قررت على شيء بدك تعمله وتممته في فترة خلو المسار السؤال الثاني الأخت سعاد مرحبا أستاذ الله يعطيك الصحة والعافية وألف شكر على المعلومات القيمة هل صحيح إذا تشكلت زاوية تثليث إيجابية بين الشمس والقمر بتكون فرصة قوية لربح اليا نصيب وشكرا جزيلا لا مش صحيح وصحيح يعني مش صحيح وصحيح عشان إحنا نجاوب عليها لازم تركزي معي بما أنه أنت مهتمة والمهتمين في أمور المراهنات أو اليا نصيب أو الأمور هاي كيف أنتوا تختاروا أول إشي إذا كان القمر موجود أو الشمس موجودة في البيت الخامس لإلك يعني هو خامس برج بعدك هنا منقول هاي فترة للربح فيها ربح وإذا كان القمر والشمس سعيدات فهنا فرصة أكبر صارت للربح وإذا كانت زاوية تسديس ما بين القمر وما بين الشمس أو تثليث ما بين القمر وما بين الشمس وهم سعيدين وأحدهم في بيتك الخامس فأحنا منقول هنا صارت الفرصة أقوى وأكبر لعملية الربح هذه هاي النقطة بخصوص سؤالك سؤال أختنا رتيبة من الجزائر ماكثة في تركيا هي في تركيا بتذكر تاريخ ميلادها أنا جربت أطفال الأنابيب وما بتنجح هاي الشهر في فرصة فرصة نجاح ولا لا شكرا دكتور سعيد طيب أول إشي الأخت رتيبة برج الثور طيب هي من برج الثور فبتسأل عن الحمل إنه بصير بطفل أنابيب هي جربت فشل معها فأمتى بصير معها هل هذا الشهر بيضبط معي بقولها طبعا الفرصة ضعيفة جدا لأنه يكون خلال هذا الشهر والله أعلم طبعا ولكن بالعلم نستدل إنها ضعيفة أمتى الفترة المناسبة والأقوى لعملية إنه يكون في فرصة أقوى للحمل في هاي الفترة أو في هاي العام منيجي بنطلع إحنا على الزهرة عدخولها عبيتك الخامس بما إن كثور بيتك الخامس العذراء الزهرة بتكون موجودة في برج العذراء من 227 لغاية 168 لما تدخل الزهرة على برج العذراء في هذا التاريخ اجري أنت يعني كوني مجهزة حالك بأخذ العلاجات والإبر والأمور اللي إلها علاقة بتنشيط المبايد وإلى ما لنهاية اللي يكون فترة الزراعة أو فترة الطفل الأنبيب بتكون من 227 ل 168 بتكون هاي فترة إن شاء الله ممتازة وربنا بيكتب لك فيها النصيب دائما البيت الخامس الزهرة هي المسؤولة على الأمور هاي والمشتري فأيهما دخل على البيت الخامس بتكون الفرصة قوية لأمور الحمل سؤال السلام عليكم ربي يسعد أيامك ويسعد أيامكم هل ممكن تشرح عن منازل القمر المختلفة وهل هي تتكرر كل شهر بنفس التسلسل أبو أيمن حبيبي يا أبو أيمن السؤال حلو ممتاز جدا عملية إن أشرح عن منازل القمر هاي بدنا نفردلها حلقات لأنه ما بقدر أشرحها في حلقة واحدة لأنه كل منزلة إذا بدي أشرح عن تفاصيلها إيش هي وإن إيمتى بتبلش وإيش اللي بنفع فيها وإيش اللي ما بنفع فيها ومين مولودها وشو صفات ووائلة ما لنهاية بتأخذ معنا مجال طويل فممكن خلال الفترة اللي جاي إني أعمل أنا مثل ما عملت العشريات إنه نجي نأخذ مثلا ثلاث منازل ثلاث منازل ونشرح عن كل منزلة إيشي هذا واحد أما هي بتتكرر كل شهر فطبعا هي بتتكرر كل شهر هي مثل الساعة كل ما لف العقرب نرجع على نفس الأرقام فهي نفسها وثابتة في مكانها ما بتتغير فعشان هي كي بترجع كل شهر بنفس الوقت سؤال مشترك علني في قناتك طيب دكتور الحبيب السلام عليكم اللي هو أيمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور لما بيكون وقت قلوه مسار وبهذا الوقت أنا لنا امتحان وأنت تنصح ما نوقع على عقد أو اتخاذ قرار لكن ما بنقدر نغير هذا الأمر فكيف بتكون النتيجة وتكون النتيجة على حسب اجتهادة درست بتنجح ما درست ما رح تنجح بتركز بتجيب علامات ما بتركز ما بتجيب علامات خلوه المسار هون ما إلو علاقة لأنه هذا التحديد للامتحانات تحدد مسبقا احنا منقول خلوه المسار ما تحدد فيه انت انك بدك تعمل يعني مش والله أنا عندك امتحان امت هي فترة خلوه المسار الآن بدي أعملها في فترة خلوه المسار هنا منقول لك ما بتنجح ولكن هاي تحددت مسبقا ما خلوه المسار ما إلو أي تأثيرات في هاي الموضوع دراستك وتركيزك هي المطلوبة بالفترة هاي الآن انتهى تراجع عطارد فبتفتح التركيز عندك أكثر استغل للفرصة سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال دكتور سعيد لو سمحت هل هناك فرق بين الأحداث الفلكية الحاصلة قبل خمسين أو مئة سنة عن الأحداث الفلكية في وقتنا الحاضر سؤال جاء من الفرق في التعقيدات الحياة والأمراض اللي منعرفها سواء مخرر وبساطة الحياة القديمة وشكرا من العماق طبعا هي نفسها متكررة لولا علم الفلك كيف نعمل يعني علم الفلك هو على مدار آلاف السنين تابع الحركة وتأثيرات الكواكب على الأشخاص وعلى غير الأشخاص وعرف أنه كل ما بتتحرك الكواكب مثلا تعمل هاي الزاوية في هذا المكان بصير كذا ولكن تختلف الصورة يعني تختلف الأحداث عشان هيك بتكون مثلا الأحداث مختلفة اللي نفترض نعطيك صفة منيجي على أورانوس لما كان موجود بالحمل وشكل زاوية التربيع مع بلوتو اللي كان موجود بالجدي صار الربيع العربي وصارت أحداث وصارت داعش في نفس اللحظة في المنطقة وقعدت هاي الأحداث قرابة السبع أعوام هزت الدنيا هز فيها فهي جهة متطرفة شكلت أشياء أو خطر معين وسوت هذه الأمور طيب لو لفينا العقرب تبع القوائم ورجعناها منرجع منلاقي أن الحرب العالمية برضو صارت بنفس الفترة بنفس التوقيت بنفس الشيء اللي كانت أورانوس موجودة فيه وأثرت بنفس التأثيرات لو رجعناها منجد أنه فيه أحداث صارت فعشان هيك هاي الأحداث بتندرس على المدى وتأثيراتها وبتصير كل ما تلف يتوقعه ولكن تختلف هي اختلافها إيش اللي بيصير فيه أنه تختلف على حسب المجتمع على حسب الحضارة على حسب الثقافة على حسب التطور كل تكنولوجيا لها إشي وكل عصر له إشي فعشان هيك اللماع في الأمور بعرف يربط الأمور في بعض يعني أنا لما إجيت من بداية ما دخلت داعش وبلشت الأحداث اللي هي والاحتلالات وقلت لهم اليوم اللي بيطلع أورانوس من الحمل اليوم اللي بيكون فيه إعلان نهاية تمدد داعش وتقلصها وتقعقرها ونهايتها قالوا مستحيل طلع أنت كل سنة يجوا يقولوا لي مستحيل هايها تمددت هايها كبرت وصلت بدأت احتل للوطن العربي تمددت بشكل بخوف أقول لهم ورح تنتهي مع خروج أورانوس من برج الحمل رح تنتهي وظليت مصر على هذا الأمر عند بداية ما بلش يعطي ملامح الخروج إن عكسة الآية بشكل رهيب وكيف هسا كانوا مؤامرة كانت دفع أمريكي كانت فرنسي روسي مش عارف مين هم اللي حركوهم أنا ما إلي علاقة في الموضوع أنا إلي علاقة بالموضوع الأساسي إيش هو الآن لما صارت الحركة وبلشوا يتقعقر وتنتهي الموضوع وفجأة كل الأخبار وبعدين راحة انتهت وبطلنا نسمع عنها كانت هي في فترة خروج أورانوس لبرج الثور الآن من مجرد ما دخل اللي هي أورانوس على برج الثور قلت لهم الفترة هاي اللي أورانوس موجود فيها في برج الثور رح تكون كلها أزمات مالية وحرب اقتصادية وضغط اقتصادي ومشاكل اقتصادية طبعا راح تستمر لغاية ما يطلع أورانوس من برج الثور لأنه العلاقة في البنوك والعلاقة في المال وعلاقة بالأمور الاقتصادية وإحنا الآن حتى كورونا هاي من ضمنها حرب اقتصادية وانتقيسي على هذا العمر وكل الأمور تقاس بنفس الطريقة سؤال دكتور سعيد أنا فرحت بمجرد أنه قلت أن القمر انتقل لبرج العقرب والشمس لبرج السرطان وأنا حوت وطالعي الجوزاء ولكن وردني أخبار عن توقف عمل وأحسست بمغص قوي وألم في البطن فهل القمر والشمس في صالحي أم ضدي لا القمر والشمس هم لصالحك ورح يظلوا لصالحك لأنه هذا إشي غير ولكن العمل إرجع لحلقة المريخ وانتقال المريخ واسمع بتلاقي لما يجينا ونالحوت أنه المريخ دخل على الأسد على البيت السادس فبيأثر على الصحة بيأثر على الصحة وبيأثر على العمل فانتبه على عملك وانتبه على صحتك فالمريخ هو اللي له علاقة في هذا الموضوع وهو اللي أثر على هذا الشيء شمس والقمر ما لهم علاقة في هذا الموضوع طيب الآن رح نحكي عن الموضوع اللي حكينا عنه ونوهتله في البداية اللي هو قصة صديقتنا أو صديقنا بدنا شي احنا نحدد بالضبط اللي هي موضوع النصب اللي صار عليه ما يعاني من شيء معين المهم نصحوا انه يروح على شيخ برقي فلما راح الشيخ اللي برقي شوفوا انتم الموضوع دخلوا على الشيخ اللي برقي الشيخ اللي برقي هذا بلش يقرأ آيات سريعة هي قرآن سريع بعدين شم ايدك شم ايدو ما فيش اشي شم ايدك ما فيش اشي شم ايدك ما فيش اشي مد ايدو للطرف الاخر شمع والله شم رح تتراب شوي شم رح تكافور شوي صار شم رح تتمسك aíه طبعه هذا من الرقي بعدين ايجا الشيخ شو قال قال لهم انتو مع موليلكوا سحر السحر هاد انتو مع موليلكوا سحر الزوج والزوجة معمول للكو سحر مأثر على الزوجة السحر هاد معمول بتراب ميت مرشوش مرشوش اطلعوا انتو كيف بعدين مأخوذ اشي من النفاس عند لما انتو ولدتي انعمل في سحر واندفن في مقبرة المقبرة هاي بعيدة عن مسكنهم خمسمائة كيلو اوكي لحد الان الامور اوكي طهيب بعدين طلب منهم انهم يروحوا على هذه المقبرة يشوفوا اللي هو الحارس تبع المقبرة عشان الحارس يرشوه يدفع له الفلوس عشان يدخلهم على المقبرة اللي هو الحارس بد يروح يساعدهم عشان يطلع لهم السحر عشان يرجعوا للشيخ هذا اللي بدوا يفك السحر بسبع جلسات وباعهم زيت طبعا بمبلغ ونصحها بسبع جلسات ومن ضمن الجلسات الحجامة شوفوا انتو اختصرتلكو اختزلتلكو القصة بفترة دقيقة ونص تقريبا يعني على اساس انو احنا ما نقضيش بالاحداث الان هذا الشخص عاطو الاول ما حكت له هي قلت لها هذا الشخص نصاب طيب كيف يا سعيد هو كل الناس نصابين انت يا رجل فيش واحد بيحكي معك نصاب فيش منحكي لك عن حدا الا نصاب ما منستشيرك بموضوع الا نصاب الله اكبر يا رجل هو ما ظلش كل الدنيا نصابين ومحتالين والله اللي بده يكون زي هاي العينة بده يكون نصاب ومحتال اذا هو هذا الشخص بقولك انا بعالج بالرقية ماشي يعني بتعالج بالرقية يعني انت اول واحد من المفروض انه انت لا اليك تواصل بالعالم الاخر ولا بتتواصل مع العالم الاخر لانه انت بتعالج بالقرآن بما انك قلت رقية شرعية معناته وما بعالج الا بالرقية الشرعية معناته انت هاي لغينا الاولى طيب ايه الريحة هاي من وين طلعت يعني ريحة التراب ومصر انت انها بده تطلع ريحة التراب وريحة كافور وريحة مس من وين اجت نقول هاي عمي نفس الجني او الشيطان اللي لابسها للانثة هاي عطر لها ايدها قبل ما انه عشان الشيخ يبقى عارف طيب كيف عرفت انه هاي معموللها بتراب ميت ومرشوشلها وبعدين معموللها سحر والسحر مدفون في المقبرة هاي اللي عبعد خمسمائة كيلو اه وكيف مين اللي حكالك مين اللي حدثك بهذا الموضوع طيب هاي هاي قصة ثانية طيب اه الان اه شو اللي بدك تعملو انتي بدك تعمل لها سبع جلسات يعني تروح تجيب السحر وترجع لك طبعا هو اخذ فلوس وترجع لك عشان ياخذ منها فلوس وعشان يعمللها حجامة الاهم انه بدي يعمللها حجامة عشان ينركز على موضوع الحجامة للنساء تحديدا هاي طبعا هذا كله نصب بنصب كله احتيال لانه اول اشي اللي بيعالج برقية ما له علاقة بكل هاي الامور بالعكس هو ممكن يستخدم اطياب معينة معطرات جميلة هو يحط الهياها او يشمم الهياها لاجل انه يستفز اللي عليها لانه بما انه خبيث ما بحب الارواح الجيدة فبيستخدم هذا الاسلوب ما استخدم هذا الاسلوب هو قرأ ايات بسيطة بعدين طلب منها هي تقرأ على نفسها والزيت طريقة دهن الزيت يعني عجيب غريب انه كيف دهن الزيت والاماكن اللي بنا تدهم فيه زيت ما بنا ندخل بالتفاصيل هذه عينة من النصابين اي شخص بيجي بقولك انا بعلجك بالقرآن وبيبلش يشرح لك بنوع السحر ايش ما كان النوع ايش ما كانت صفة السحر الموجود عليك ويوصف لك كيف معمول ومين عامله وشكل اللي عامله وين دافنه وكيف مدفونه وكيف مكتوبه وكيف ملفوف بما انه بلش يشرح بادق التفاصيل هاي اللي من المفروض انها سر ما حدا بعرفها وانت انسان عادي ما بتعرفها فهو نصاب فورا هذا نصاب محتال هذا بعمل لباس الدين والرقه الشرعية فقط لمقارب معينه وبدو يوصل لها انه شايف فهي عبارة عن واحد يبدأ تدفع فلوس طيب زجاجة الزيت او العسل او خلطة الاعشاب هاي اللي ما بصلح انك تشتريها الا من عنده يعني طب ولي شيو الاعشاب انا بعمل الخلطة يعني ولي شو الزيت او الآيات المقروعة عندي زيت في البيت انا بجيبها بقرأ الآيات ولا انت بتعرف تقرأ انا بعرفش اقرأ ولا انت ربنا بسمعلك ما بسمعلي انا فهنا هاي طريقة غش اخرى فقط لعملية انه هو بقولك انا ما باخد اجر ولا كيف يبدك تشتري كزاست الزيت هاي يعني هاي زجاج الزيت مش اجر يعني هاي الله لا حوله ولا قوتين لا بالله العلي العظيم برضو هدولا اللي بيشتغلوا في هذا النمط بتحط عليهم نصابين الشيخ اللي بيشتغل بالرقية بيجي بقولك بتروح عند العطار في العشب الفلانية والعشب الفلانية العشب الفلانية هدولا بتستخدمهم عشب واحدة او ثلاثة او خمسة او عشرة او بقولك انا موجود عندي هاي العشاب العطار ببيعها لنفترض بعشرة دولار انا ببيعك اياها بعشرة دولار زي ما انا اشتريتها مش ببيعك اياها بخمسين دولار ليش انت بغير يعني ولا هي ابرك اللي عندك ولا انت زارعها بحديكة الدار عندك يعني هذه نقطة موضوع الحجامة للنساء تحديدا هذا الموضوع يا نساء يا خواتي يا عزيزات يا غاليات ما تروحوا تعملوا حجامة النساء اللي بتجيها البرينز أو الدورة الاستحاضة هدولا ما يروحوا يعملوا حجامة ما بتلزمك الحجامة مش إلك الحجامة ليش لأن الحجامة هي نفس البرينز هي استخراج الدم الفاسد انت من ربنا كل شهر بتخرج جسمك الدم الفاسد منه ما تروحوا على هدول الناس بتعالج الضغط وبتعالج الشقيقة وبتعالج الايدز وبتعالج السرطان وبتعالج السكري وبعالجك بالمشي وبتزوجك كمان إذا يعني إذا صدف الأمر عشان تعمل حجامة الحجامة هسب دينوت واحد لا وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش في طب ما كان في طب زي الموجود حاليا انت بدل ما تروح تعمل حجامة اختار وقت الحجامة وروح تبرع دم اتبرع وحد الدم ارميها في الزبالة اتبرع فيها يستفيدوا منها بالمستشفيات بدك تعمل حجامة انت كذك الروح اعملها انت انت ليش تعمليها ما انت عندك أساسا ربانيا بينعملك حجامة شهرية بتروح تعملي حجامة لا هاي النقطة اللي انا بدي اوضحها نساء ما يعمل الحجامة نهائيا لما ينقطع الطمث عندك او الدورة هاي الشهرية تنقطع عندك بعدها روح اعمل حجامة بدك تعمل حجامة روح اعمل حجامة شو فيلك ممرضة مش شيخ مش واحد الشيخ هذا ايش يعني محلله يكشف ع ظهرك ويلمسك ويجرحك بالشفرة لا ما هو اساسا لابس كفوف طب ما هو شايفك هذا مش دكتور هذا شيخ من المفروض انه هو ما يلمسك ما يشوفك ما تكوني في هذا الموضع امامه على اي اساس في ملائكة بدا تكون موجودة في هذا الموضع هو بيغضب ربنا في شيء وربنا بيكافؤه بشيء بس هذه النقطة اللي انا حبيت اوضحها عشان انتوا تنتبهوا انه كل هاي الابواب من جهل الناس في بعض المسائل وتجهيل الناس من بعض المشايخ والمدعين والنصابين وصلوا للناس انه هم ما يحكوا دماغهم ويعرفوا النقاط اللي بيستغلوا يا عمي والله شايفينكوا 10 دولار و 20 دولار و 15 دولار و 200 دولار و 1000 دولار مش شايفك بني ادم مش شايفك انسان مش شايف انت من وين جبت الفلوس او كيف الدايانت مش شايف وجعك شايف كيف بده ياخذ منك فلوس بس هذا اللي بهمه قل له خد الفلوس والسلام عليكم بقول لك خلاص وعليكم السلام شكرا لانك عطلتني اساسا اخذت من وقتي واذا قلت له انا ما معي فلوس وهي كثير موجودين على القناة بتابعوه حكوا مع كثير ناس من هاي العينات وكان وضعهم ميقوس منه ما بيقدروا اساسا يدفعوا فلوس لما قالوا لهم انه احنا منتواصل معك قال لهم 200 و300 دولار لما قالوا لهم ما معي فلوس ابعث لك ما عند القدرة انا مريضة وتعباني وامي لحالها وابوي مش موجود صار يشتم فيها وبعرضها وشهر فيها وما خلالها ليش لانه اساسا هو بتعامل باسلوب قذر هو شايفها فلوس هو ما بهمه كانساني هو بهمه كيف ياخذ منها فلوس هي صحيح عملتني ورسائلها موجودة عندي اللي حكت لي هذا الكلام اتنين احنا بدنا نحكي عن كيف بيعلنوا وكيف بيسووا للشهرة والشو والاشياء هاي كثير ناس من الموجودين على القناة راحت على فلكيين او على الشيوخ نحكي خلينا على الفلكيين لحالهم هذولة كارثة وطلعوا معاهم على الهوى على اساس يحلل لهم الخارطة الفلكية تبعتهم لوجه الله لا مش لوجه الله دفعوا مصاري عليها كمان يعني دفعهم فلوس وطلعهم على الهوى وشهر نفسه من خلالهم ويا ريت انهم استفادوا اخذ منهم لما اجوا بدهم يوجهوا عملوا لهم حضر عشان ما يحكوا انه صار ورجعوا قالولي انه احنا عمي عملنا وهي حلقتنا معاه ما بهمني انتبهوا مش اي واحد بيعمل شو تسدقوه مش اي واحد بيعمل اعلانات تسدقوه حكم عقلك هاي النقطة الاساسية اللي انا حابقى وضعلكوا اياها حكموا عقلكم خلينا نروح على الجزء الاخير من حلقتنا اليوم اللي هو اخر مجموعة من العشريات فبدنا نحكي اليوم عن الجدي والدلو والحوت طبعا بالنسبة لبرج الجدي برج الجدي من 22-12 لا 19-1 موليد برج الجدي بتقسمه لثلاث عشريات العشرية الاولى من 22-12 لا 31-12 هدولا موليد يعني مضاعف زحل يعني تأثير مزدوج من زحل بيأثر عليهم هم اشخاص عمليون استقراريون بعيدون جدا عن عالم الخيال والاوهام منطقيون واقعيون عندهم قدرة على الملاحظة وعلى التحمل اقتصاديون وحذيرون في مشاريعهم المالية اما بالنسبة للعشرية الثانية هي من 1-1 لعشر واحد بيتأثر هدول الموليد من موليد برج الجدي العشرية الثانية من كوكب الزهرة بالاضافة الى كوكب زحل هم اشخاص ذو ميول فنية لا سيما بأمور العلاقة بالموسيقى عواطفهم بتكون قوية ولكن نظرا لوجود زحل عندهم فهم بيجدوا صعوبة في التعبير عنها او عن عواطفهم بالنسبة للعشرية الثالثة اللي هي بتيجي من 11-1 لغاية 19-1 هدولا بيتأثروا من كوكب عطارد بالاضافة لزحل هم مفكرون منطقيون متقلبون بأفكارهم نسبيا ونظرا لوجود زحل لديهم فهم في أعمالهم ومشاريعهم يعني عندهم في نفس مشاريعهم فهم معين يعني بيقدروا يدرسوا ويحللوا مشاريعهم بشكل منطقي وعقلاني بعيد عن الأوهم يعني ناس تجار بمعنى آخر برج الدلو بالنسبة لبرج الدلو بيبدأ من 20-1 لغاية 18-2 بالنسبة للعشرية الأولى هي من 20-1 لغاية 31-1 بيتأثروا هدولا الموليد تأثير مزدوج من كوكب أورانوس كوكب التقنية والثورات والتغييرات وهو يسمى أحيانا بالموقض الروحي شخصيتهم جذابة بتهيئلهم النجاح المبكر في مجتمعهم أما بالنسبة للعشرية الثانية اللي هم بيجوا من 1-2 لغاية 9-2 بيتأثروا هدول الموليد من كوكب عطارد وأورانوس فبينجحوا في أعمالهم خصوصا الأعمال اللي بتطلب منهم تفكير وتخطيط في نفس الوقت أما بالنسبة للعشرية الثالثة اللي هي بتيجي من 10-2 لغاية 18-2 هدولا بيجوا بتأثروا من كوكب الزهرة وكوكب أورانوس هم ذو ميول فنية وجمالية وعندهم نشاط فكري ملحوظ برج الحوت برج الحوت من 19-2 ولغاية 20-3 الفترة الأولى اللي هي بتمتد من 19-2 لغاية 29-2 لو موليد العشرية الأولى بيتأثروا هدول الموليد من كوكب نبتن والمشتري مع بعض فالمشتري بيمنحهم الحظ والتفاؤل ونبتن بيتحكم بالملكات الفنية هدول الموليد متقلبين عادة وبيجدوا صعوبة في اتخاذ قراراتهم أما بالنسبة للعشرية الثانية وهي بتمتد من 1-3 لغاية 10-3 بيتأثر هدول الموليد من القمر بالإضافة لنبتن والمشتري هم خياليون مدركون لأمورهم وغامضون أحيانا أما بالنسبة للفترة الثالثة واللي هي بتمتد من 11-3 لغاية 20-3 فبيتأثر هدول الموليد من المريخ بالإضافة لنبتن والمشتري هم أكثر جراءة وقدرة على تحقيق مطامحهم عندهم قدرة اندفاع كبيرة في منهم أشخاص يعني يديروا بالهم من الأمور اللي إلها علاقة بالمهدئات والمسكنات لأنه بيرغبوا هاي الأمور هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء